ثالثاً أيها المسلمون عباد الله مطلوب منا معشر المسلمين أن نأخذ بالأسباب فما أنزل الله داءاً إلا أنزل له دواء علمه من علمه وجهله من جهله إلا داءاً واحداً وهو الهرم كل مرض له علاج كل داء له دواء لكن الله جل جلاله قد يؤخر الدواء عن الناس تمحيصاً وابتلاءاً ليهلك من هلك عن بينه ويحيى من حي عن بينه مطلوب من المسلم أن يأخذ بالأسباب الواقية أن يحرص على الطهارة أن يحرص على النظافة إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين مطلوب من المسلم أن يقتدي برسول الله صلى الله عليه وسلم الذي كان أنظف الناس ثوباً أصبح الناس وجهاً أطيب الناس ريحاً إذا استيقظ من نومه يشو صفاه بالسواك يستاك عليه الصلاة والسلام علمنا أن نأكل الطيبات وأن نجتنب الخبائث أن نحرص على الحلال الذي أباحه الله لنا وأن نمتنع من الحرام الذي فيه ضرر علينا هذه هي المعالم التي يجب علينا أن نعب عليها وأن نحرص عليها وأن نعلمها غيرنا من أجل أن يعلم الناس كل الناس أن الدين عند الله الإسلام وأنه ما ترك خيراً إلا أمرنا به ولا ترك شراً إلا حذرنا منه